والله أنت يا سرطان على غير عادتك هاي الفترة أو هذا الشهر رح تكون سريع كتير 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 يعني شايفة في عم تركب عجلة وسريع جدا جدا ولكن يعني في الأعلى أنا شايفيتك عم بتطير طيران عم بتحاول إنك تودي الأمور لمطارح أفضل وعم تزبط معك على جميع الأص عيدين ممكن تكون شايفيتك عم تعلى فيه علو وشأن في هذا الكرت طاقتك عم بتكون مركزة على هذا الموضوع عم بتركز على نفسك ونعسي كل الدنيا عم بتطلف خلص اللي هو تعطي اهتمام زايد لا عم بشوفك بتركز على حالك أكتر هذا الشهر من الكرت نشوف بشكل عام للسرطان من شو خايفة سرطان متخوف من موضوع معين اه او عم تستنى نتيجة معينة علاقة ثلاثية مع إنه فتحناها بشكل عام ولكن برج السرطان عم بشوف فيه علاقة ثلاثية نتيجة هاي العلاقة الثلاثية انت معلق الموضوع فيه موضوع طبعا عاطفيا انت معلقه يمكن زعلان مع الحبيب وشايفيتك هون عم تطلع لبعيد حابب تبعد حابب يمكن خلصت تاخد قرار مليت في طاقة ملل في الموضوع صبرت كتير على علاقة ثلاثية او شاكلك يمكن في علاقة ثلاثية ومجمد الموضوع على بين ما تتأكد او على بين ما تاخد قرار من الطرف الآخر ولكن هذا كله في النصف الأول من الشهر هاي تخوفات كلياتها ولكن في النصف الثاني من الشهر كل الأوراق طلعت إيجابية بطريقة فضيعة أولا خليني أحكي الطاقات قبل ما أحكي عن النصف الثاني الطاقات عم بتكون برج الأسد كمان بشوفوا القوس برج طاقات نارية عم بتكون هوائية نصف الثاني رح يكون أفضل بكتير كتير من النصف الأول بحب بس تشوفوا الورق هون عم بشوفك قربت كتير كتير من تحقيق أمنية معينة عم بشوفها بالعمل أكتر يمكن فرصة عمل يمكن شايفي في عندك طموحات كتير عم بتكملها شوي شوي أنجزت منها ولكن في عندك يعني زي نهاية موضوع على خير زي قربت كتير من النهاية السعيدة اللي أنت مستنيها في النصف الثاني من الشهر عم بتكون في فرحة عم بسبب لك إياها شخص يمكن من برج ناري يمكن يكون قوس أو أسد عم بتكون سعيد كتير في تغيير كبير رح يصير هذا الشهر أو تغيير يمكن بخص العمل أو العاطفة شايفتك عم تاخد قرار شايفيتك عم تتكرم عم تاخد تحصد يمكن إلك أكم من شهر عم تشتغل على شغلة أو موضوع معين عم بشوفك بتاخد النتيجة هذا الشهر في النصف الثاني وعم بتكون هاي النتيجة السعيدة البعض منكم عم بشوفه عم بسافر فعليا يعني عنده سفر فعلي لأنه بيّنت بالطاقة قبل شوي إنه فيه عنا شفتك عم بتطير هيك لفوق فاحتمال يكون عندك سفر على عمل أو على هجرة اللي هو سفر مش سياحة أو روحة وجاية لا يعني روحة لمكان بعيد عم بشوف بترجع فيك من بعد ما كنت كتير متحقا بتخوف من موضوع معين عم بشوفك خلاص اتطمنت وصلتك النتيجة نتيجة هذا الموضوع ممكن السيناريو هذا يزوط كمان على اللي عم يدرسوا عم بتكون نتيجة ايجابية بتسعد قلبهم والله يسعد قلبهم السرطان في شاحلة منهم حبايدي وكمان رح تكون جدا جزاة بهذه الفترة عم بتهتم كتير بالهندام بالشكل يمكن الخارجي عم تعمل كتير امور بنفس الوقت شايفيتك عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل عم بتحقق فيهم يعني هون شايفيتك رضحان على كل الاحوال تمجن الساحر عم تسحر اللي حواليك يعني حتى لو كنت مرتبط فانت عم تسحر كل اللي حواليك في مظهرك عم بيكون كتير مظهرك هاي الفترة يعني كتير بشد خلينا نقول فشايف العين عليك معجبين حواليك عم بيكون شايفي في ناس ممكن يكون في عندهم اوجع او يعني متعلقة اه ممكن تكون بسيطة طبعا مش مش شغلات كبيرة عنا عم بقول ولكن اه ممكن هاي الشغلة تكون لها علاقة في المفاصل في التعب اه يمكن نفسي عم بيأثر شوي عليك جسديا ولكن يعني ما في شي بخوف اه ما في شي بخوف بهذا الموضوع شايفيتك عم تنجز انجاز بس عن تتكرم على موضوع اه كنت تعبان اليك فترة عليه نشوف بشكل سريع عن العاطفة هذا الكرت انا بشوفه ايجابي مع انه في ناس كتير بتشوفه سلبي بس انا بشوفه ايجابي تغيير كان لابد منه على الصعيد العاطفي شوف هون كنت كتير محتار ما بين انك اه يمكن ترجع مع الحبيب او تبقى مع الحبيب او خلص تنساه وتروح اه شايفة عم تاخد القرار فعلا في هذا الموضوع ولكن القرار رح يكون بي اه انك ترجع او تبقى اه مع الحبيب مش انك تروح انا ما شايفيتك رايح بالعكس شايفيتكم اه مقبلين على بعض ولكن هدول الكرتين تغيير كبير على الصعيد العاطفي لبرج السرطان في نهاية عندهم نهاية لموضوع مشرط نهاية لشخص نهاية لموضوع لمشاكل معينة لشخص لعلاقة ثالثة كانت يمكن مبين عنا قبل شوي نهاية فعلا لعلاقة ثالثة هون في علاقة ثالثية انتهت عم تتفرج عليكم من بعيد خلاص بععدات صارت من الماضي عم تجتمعوا على خير شايفيتكم اتنين مبسوطين كينج والكوين يعني زي اه اعنا شايف ازواج يعني شايف في او مشروع زواج او اذا كنتم متزوجين في الامور عم بتكون شوي تصفل او المياه ترجع لمجاريها في مشكلة او علاقة ثالثة يمكن كانت شقوق حواليها ولكن شايفيتها أنا وهم أكتر ما هي أو خيال أكتر في مقهك أكتر ما هو واقع هذا الموضوع فشايفيتك عم تاخد قرار جذري إما أنت أو الطرف الآخر طبعا القراءات العاطفية بتكون أحيانا عكسية فممكن أنت أو الطرف الآخر شايفيتكم راجعين عم تعيشوا ويمكن مشاعر عم بتكون مراهقة شايفي هون كمان خاصة العزاب أو الأرامل أو المطلقين اللي لهم فترة طويلة يعني هما بيعتبروا حالهم متأخرين عن الزواج شايفي فرصة كبيرة جدا هاي الفترة للارتباط لهدول الأشخاص اللي معتبرين حالهم أنه تأخروا في الزواج أو تأخروا وخاصة إذا كانوا على علاقة مع شخص فهذا الشخص رح يكون من نصيبكم والله أعلم لأنه شايفي في بناتكم يعني استمرارية في حياة جدية مش اللي هي علاقة عابرة أو مؤقتة نشوف من المسج من الحبيب إذا كان قريب أو بعيد مش قادر يقولها من عقل الباطن ممكن تكون هنا عم بشوف عتاب أكتر ما هو مسج يعني عتاب على موضوع معين عتاب مع أنه برتف السلطان ما بخلط بحدا يعني ما بتايقل إنه هو الغلطان لكن عم بيكون الشريك عم يلعب يمكن دور الضحية أو فعلا هو ضحية ما بعرف بس عم بيعاتب يعني إنه هو انظلم في موضوع معين أو أنت ظلمته في موضوع معين في أو أنت خدعت حدا خدعك وصل لك أمور غلط ولكن بيقولك إنه بحبك بالنهاية نشوف أوراكل لبرج السلطان النصيحة إلك يا برج السلطان إنه بكفي شغل بكفي تكر كتير 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 اطلع من المدينة اطلع الطبيعة هيك شي مشوار شي سيران شي رحلة ما بعرف بس بيقولك قرب شوي من الطبيعة يمكن يكون هذا الكرتعن بيقولك يعني مجازيا هذا الموضوع ممكن يكون معناه إنه ارجع لطبيعتك ما ما تحاول إنك تتغير كرمال حدا طبيعتك حلوة وإنت شخصيتك حلوة فما تحاول لأنه لا تتنازل ولا إنك تغير شخصيتك أنت زي ما أنت حلو طبيعتك حلوة خلينا نقول هذا يجب أن تتغير شخصيتك شكرا شكرا شكرا